بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدفش الثامن عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ورحبوا بفضيلته في مطلع هذا اللقاء فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ حياكم الله مبارك يا أخي ولا يزال الحديث مستمعي الكرام موصولا حول أداء العمر في هذا الشهر الكريم ونسأل ونفتتح هذه الأسئلة بهذا السؤال حيث تقول هل يلزم الرجوع للحجر الأسود إذا انتهيت من ركعتين الإحرام والإشارة إليها وتقبيله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه بعد اللهم صلى الله عليه وسلم والظاهرنا المقصود بالسؤال من ركعتين الطواف من ركعتين الطواف نعم نعم يستحب إذا فرغ من ركعتين الطواف أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقبله أو يشير إليه إذا لم يتمكن من الوصول إليه يشير إليه ويكبر كما فعل في ابتداء الطواف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعدما فرغ من ركعتين الطواف قبل أن يذهب إلى السعي هذا إذا تيسر وليس هو بواجب لكنه مستحب إذا تيسر نعم الحمد لله أيضا تقول ما صفة ركعتين الطواف وهل لها أدعية وأذكار خاصة ركعتها الطواف سنة مؤكدة ولها مثل ما للصلوات الأخرى من الأذكار وقراءة الفاتحة وقراءة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل يا أيها وقل هو الله أحد في الركعة الثانية ويقول فيها مثل ما يقول في سائل الصلوات ويصليهما خلف مقام إبراهيم انتهى السر لأن يجعله بينه وبين الكعبة وإن لم يتيسر له ذلك من شدة الزحمة فإنه يصليها في أي مكان من المسجد الحرام أو حتى من الحرام ولو خارج المسجد الحرام فليس لها مكان واجب وإنما المستحب أن تكون عند مقام إبراهيم كما قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلاها في هذا الموضع ولكن ليس هذا بواجب ولو صلاها في أي مكان من الحرام أجزأه ذلك لأن الحرام كله يقال له مقام إبراهيم نعم ببعض النساء ربما زاحمت الرجال خلف المقام كل هذا رغبة كل هذا معلوم أنه ليس من السنة بل هو محرم إذا أفضى إلى فتنة نعم فهو محرم المرأة لا تزاحم الرجال لا عند المقام ولا عند الحجر ولا في أي مكان وإنما تتحين الأمكنها الخفيفة تتحين الأمكنها الخفيفة والأوقات التي يخف فيها الناس فتؤدي فيها العبادات تجنبا للفتنة نعم تقول أخذ زوجي جازة اضطرارية وذهبنا لمكة لأداء العمرة رغبة في البعدي عن مزحمة الناس والظفر بعمرة أجد أو نجد في أدائها الطمأنينة فهل له ذلك؟ الإجازة الاضطرارية إنما تكون على حسب النظام الذي وضعت له فإذا كان عنده ضرورة فإنه يأخذ الإجازة أما الذهاب إلى العمرة فليس هو ضرورة فإذا أخذ إجازة ضرورية أو اضطرارية لأجل العمرة فهذا كذب لأن العمرة ليست ضرورية نعم تقول اعتمرت في شهر رمضان وأحرمت من الميقات وقبل الوصول إلى المسجد الحرام جاءتني الدورة الشهرية فكيف أتصرف علما أن المدة لبقاء وجيزة في مكة الواجب تبقى على إحرامها لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت بعدما أحرمت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غيرا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فإذا أحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف فإنها تبقى على إحرامها حتى ينقطع الدم ثم تغتسل ثم تؤدي مناسك العمرة وإذا كان الوقت يضيق عليها فإنها لا بس أن تذهب مع وليها إلى بلدها بشرط أنه إذا طهرت يأتي بها وتؤدي عمرتها فهي بين أمرين إما أن تبقى في مكة حتى ينتهي دمها وتغتسل وتؤدي مناسك العمرة وإما أن تذهب إلى خارج مكة إلى بلدها فإذا انقطع دمها واغتسلت تعود مع محرمها وتؤدي مناسك العمرة ولو طالت فترة ما بين العمرتين هي عمرة واحدة ما يبقى عمرتين القصد أنها إذا سافرت ثم لم تعود إلا بعد سنة مثلا أو سنتين لا تجلس سنة وهي محرمة لأنها ستبقى في إحرامها ستبقى في إحرامها فتبادر إذا زال المانع تبادر بالرجوع لأجل أن تتحلل من إحرامها نعم بارك الله فيكم أيضا هنا في استفسار الشيخ في المسألة هذه لو اشترطت قبل أن تحرم قالت حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهذا هل تحل إذا شرطت عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأصابها الحيض ويضيق عليها الوقت يضيق عليها الوقت فإنها تتحلل ولا شيء عليها أما إذا كان الوقت يتسع فإنها تبقى على إحرامها لأن هذا ليس بحابس حقيقي إلا إذا إلا إذا انضاف إليه ضيق الوقت فإنه يكون حابس نعم تقول يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت فهل المستحاضة مثلها في الحكم المستحاضة طاهرة تعتبر طاهرة ليست مثل الحائض فالمستحاضة لها أن تطوف بالبيت بعد أن تستنجي وتضع شيئا يمنع تسرب الخارج المستمر ثم تتوضى في الحال وتسعى وتطوف في الحال تتوضى وتطوف في الحال مثل ما هو في الصلاة نعم أيضا هذه تقول نوينا أن نذهب لجدة ونقيم فيها يوما أو يومين ثم نذهب لمكة لأداء العمرة فهل يلزمنا الإحرام إذا حاذينا الميقات أم نؤجل ذلك حتى نعزم على الخروج من جدة بعد يومين بقينا فيها الذي يمر بالميقات وهو يقصد النسك من حج نوع عمرة يلزمه الإحرام من الميقات وإذا أراد أن يذهب إلى جدة فهو بالخير إما أن يمر بمكة ويؤدي مناسك العمرة ويتحلل منها ويذهب إلى جدة وإما أن يذهب إلى جدة هو في إحرامه ويبقى في إحرامه ثم ينزل إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة المهم أنه لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم نعم بارك الله فيه أيضا تقول بعض النساء وهن في المطاف أو المسعى قد يطلقن أنظارهن في الرجال فما حكم ذلك النظر إلى الرجال نظر المرأة إلى الرجال بشهوة حرام في الطواف وفي غيره قوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن المرأة مأمورة بغض البصر عن الرجال في الطواف وفي غيره لكن في الطواف أشد لأنها في عبادة فالذي في عبادة لا يفعل معصية لأن الإثم يتلاعف عليه لسيما إذا كانت عبادة في الحرم في الطواف فالإثم أشد نعم أيضا تقول إذا جاءتني الدورة بعد أن انتهيت من الطواف فهل أكمل عمرة دون أن يلزمني شيء إذا انتهت من الطواف فإنها تتم العمرة ولا بس ولو حاضت بعد الطواف يجوز لها أن تسعى وهي حائض وأن تقصر من رأسها بعد السعي وهي حائض فبقية مناسك العمرة بعد الطواف لا يشترط لها الطهارة هل يلزم المعتمرة أو المعتمر شيء طواف ودع هذا محل خلاف الجمهور على أنه ليس عليه طواف ودع لأن طواف الودع خاص بالحج وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه طواف الودع لأن العمرة حج حج أصغر ولكن الصحيح الأول أنه لا يلزم طواف الودع للعمرة ومن فعله من باب الاحتياط وزيادة الخير فلا بس نعم تقول نرى بعض المعتمرين أو الذين يخرجون من مسجد الحرام ودعينه يخرجون رجوعا إلى الوراء ومستقبلين القبلة فهل لهذا أصل في الشراء هذا بدعه ليس له أصل المسلم إذا انتهى من الطواف طواف الودع يخرج إلى الجهة التي يريد من الحرام على جهته ولا يستقبل الكعبة ويخرج على قفاه هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان ومن البدع المحدثة نعم بارك الله فيكم فضيئة الشيخ وشكر لكم وجعل ما بينتم وضحتم في موازين أعمالكم آمين أيها الأخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة في هذا البرنامج إلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقائم مقبلين بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر